صباح الخير نشر مفصلة من الميادين أبدأها بأبرز العنوين واشنطن تؤكد أن الاتفاق مع تركيا لا يشمل إقامة منطقة آمنة أو حظر طيران شمال سوريا الأسد يشدد على ضرورة التصدي لأدوات إسرائيل داخليا ويؤكد أن القاهرة ودمشق في خندق واحد ضد الإرهاب إصابات في صفوف المحتجين جراء تفريق القوى الأمنية تظاهرة أمام مجلس الوزراء اللبناني قلق أمريكي غدا توصول وفد إيراني إلى موسكو لتحديد موعد تسلم منظومة صواريخ S-300 قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن الاتفاق الأخير مع تركيا لا يتضمن أي ترتيب بشأن مناطق آمنة في سوريا من جهته شدد المتحدث باسم البنتاكوم بيتر كوك على أن المفاوضات بين واشنطن وأنقرة لا تشمل إقامة منطقة حظر جوي كوك أشار إلى أن تركيا باتت جاهزة تقنية للمشاركة في الغارات التي يشنها تحالف واشنطن ضد داعش في سوريا والعراق الاتفاق الذي يجري بين القيادتين الأمريكية والتركية محدد فقط بترتيب العمليات الجوية ضد تنظيم داعش أما بشأن المهام الجوية حول ملف الحدود التركية السورية فنحن لا نزال نواصل محادثاتنا مع الأتراك بهذا القصوص التنسيق والعمل مع الأتراك من أجل توجيه ضربات جوية لتنظيم داعش هو خطوة هامة بالنسبة إلينا قال الرئيس السوري بشر الأسد في مقابلة تلفزيونية مع قناة المنار أن العامل الأهم في تجرؤ إسرائيل على سوريا هو وجود من هو مستعد للتعاون معها ومن يقبل العلاج في مستشفياتها الأسد شدد على أن مواجهة إسرائيل تتطلب أولا مواجهة أدواتها داخل سوريا والحسم في الداخل ودع الرئيس السوري إلى توحيد المعركة والبندقية بين سوريا والعراق للوصول إلى نتائج أفضل وذلك على غرار ما يحصل بين الجيش السوري وحزب الله الفارق بين الساحة السورية والساحة اللبنانية الفارق الجغرافي الفارق الديمغرافي بالنسبة للحدود الحدود بين المقاومة وإسرائيل هي المقاومة من الجانب لبنانية من الحدود الآن بيننا وبين إسرائيل هي عملنا إسرائيل يشبه جيش لحد وجيش سعد حداد من قبل فلابد أن تتعامل مع هذه المشكلة قبل أن تتعامل مع ما يليها من الناحية الجغرافية أو من الناحية السياسية الأسد قال أن سوريا في الخندق نفسه مع الجيش المصري والشعب المصري في مواجهة الإرهابيين الذين يبدلون مسمياتهم كما رأى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه أحلام بشأن إقامة منطقة عازلة في سوريا مشيرا إلى أن أحلاما كبيرة لأردوغان في سوريا انهارت مثل منهار حلم أن يكون سلطانا إخوانيا يدمج بين تجربة السلطة والإخوان المسلمين التي بنى عليها آمالا كبيرة وفق ما قال أردوغان لديه أحلام أحلام كبيرة أن يكون زعيما أن يكون سلطانا إخوانيا هو يريد أن يدبج ما بين تجربة السلطنة وتجربة الإخوان المسلمين الجديدة التي بنى آماله الكبيرة عليها هو في البدايات في مصر وتونس بالدرجة الأولى الآن انهارت هذه الأحلام بحكم الواقع بقي لديه آمال بأن يستجيب أسياده له لأن أردوغان وربيبه أغلو أثبتوا في هذه الأزمة أنهم مجرد دمى لديهم أحلم كبير الآن في سوريا هو حلم المنطقة العزلة وهو الحلم الأخير بعد فشل كل أحلامهم السابقة في سوريا ولكن هم بانتظار إشارة من الناتو أو من الأمريكي لقول له نعم سنقيم المنطقة العزلة وأنت ستكون أساسي فيها بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في المنطقة مع الملك الأردني عبدالله الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ألنهيان وذلك في لقاءين منفصلين الملك الأردني عبدالله الثاني شدد على أهمية دور روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في تسوية الأزمة السورية وجمع الأطراف المتنازعين إلى طاولة الحوار استعاد الجيش السوري النقاط التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة في بلدة باشكوي بريف حلب وتمكن من قتل عشرين مسلحا وفي سهل الغاب بريف حما استهدف الجيش السوري تسعة أليات تابعة للمسلحين بالصواريخ في بلدة المشيل ما أدى إلى تدمير معظمها كما استهدف ألية للمسلحين في منطقة البحصة في ريف حما الغربي أصيب عدد من الأشخاص بجروح أثناء تفريق الأمن اللبناني للاعتصام في ساحة رياض الصلح وسط بيروت وأوقف الأمن اللبناني عددا من الأشخاص بعد صدامات مع المتظاهرين تبعتها ملاحقة المحتجين وطردهم من مكان الاعتصام ويستعد المتظاهرون لتنظيم تحركات خلال الأيام المقبلة تحت شعارات المطالبة بمكافحة الفساد وأصلاح النظام التوتر في الساحاتي سبقته محاولات في مجلس الوزراء لتخفيف الاحتقان وتبديد الخلافات حول مناقصات شركات النفايات وقد أعلن مجلس الوزراء عدم موافقته على المناقصات وكلف لجنة وزارية إعادة درس الملف وإيجاد البدائل جاء قرار عدم الموافقة بعد انسحاب وزراء من اجتماع الحكومة متهمين بعض الأطراف بالانقلاب على مبدأ الشراكة الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام تهتز بعد أشهر من الشلل وزراء تكتل تغيير الإصلاح الذي يرأسه العماد ميشيل عون ووزراء حزب الله انسحبوا من جلسة الحكومة بعد الإخفاق في تثبيت مبدأ الشراكة الوطنية بحسب ما أعلنه وزير الصناعة حسين الحاج حسن انسحاب ستة وزراء من أصل 24 وزيرا لا يفقد الحكومة قانونيتها بحسب وزير الإعلام رمزي جريج وزراء تكتل تغيير والإصلاح وحزب الله تركوا الجلسة بعد إقرار موضوع الدعم المعطى الممنوح لعكار الحكومة التي أخفقت في إيجاد الحلول للأزمات المتراكمة وعلى رأسها أزمة النفايات عادت وألغت نتائج المناقصات بعد ساعات على إعلان وزير البيئة عن قبولها عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل انسحاب وزراء حزب الله وتكتل تغيير الإصلاح يضع البلاد أمام خيارات مفتوحة وبحسب بعض المراقبين فإن لبنان لن يدخل الفراغ الشامل في هذه الفترة وكان هناك إشكالية لها صلة هل المكونات كلها شريكة بالقرار أو لا هذا الموضوع هو محور النقاش اللي عم ينحكى فيه من هنا أنا أتوقع أن يكون هناك أزمة سياسية ناتجة عن هذا الموضوع وهو إشكالية اتخاذ القرار في مدلس الوزارة سواء تحت شعار قلقية أو تحت شعار نوعية المرسيم متابعون لشأن لبناني يردون الأزمة إلى طبيعة النظام الطائفي هكذا نظام من الصعب بمكان أنه يحل الأزمات وهو ما ليس لديه مهم إلا مراكمة الأزمات اعتاد على مراكمة الأزمات من دون أن يسأله أحد اليوم الناس تقول له كفا مرحلة جديدة قد يدخلها لبنان ما لم تنجح الاتصالات السياسية في إعادة الوئام الحكومي وتثبيت مبدأ التوافق لحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية منذ أكثر من عام بعد الإخفاق في انتخاب رئيس للبلاد الأزمة السياسية في لبنان إلى مزيد من التفاقم وانسحاب وزراء حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح من الجلسة الحكومية الاستثنائية دليل على إخفاق هذه الحكومة في تثبيت التفاهمات بين مكوناتها الأساسية عباس صباق بيروت الميادين رأى حزب الله أن أزمة النفايات وجه من وجوه الفساد المستشري والمتراكم خلال العقدين الأخيرين وقال حزب الله في بيان له أن أزمة النفايات تشير بوضوح إلى المسؤولين عنها وأعرب عن الصدمة من الأرقام المالية التي وصفها بالفضيحة في العروض المقدمة ودعا حزب الله إلى إيقاف مهزلة التداعيات السلبية لأزمة النفايات لمصلحة الحلول المعقولة وأكد الحزب أن حق التظاهر السلمي والاعتراض البناء حق مشروع الحراك الشعبي في لبنان يستمر في الوقت الذي تشهد فيه الحكومة تصدعات تهدد بما لا تحمده عقبة علي هاشم وقراءة في المشهد لا يبدو الأفق واضحا بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين هو المشهد الأكثر تعقيدا منذ زمن فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال ومجلس نواب ممدد لنفسه وأمام هؤلاء شارع مزدحم بالمطالب مشتعل بالتظاهرات منهك بالحرمان وفي الحكومة عينها تناقضات وتجاذبات وخلافات تهدد بتفجيرها من الداخل مع العلم أن الطرح استقالتها سالب لانتفاء الموضوع فهي مستقيلة ولا يمكن للمستقيل أن يستقيل مجددا لكن المشهد ليس بالسلبية المطلقة التي يبدو عليها فللمرة الأولى منذ زمن يبدو أن الطبقة السياسية بدأت تحسب حساب الشارع ولسيما أنها وللمرة الأولى أيضا بريئة من حراكه براءة الذئب من دم ابن يعقوب قد كان في الأمر مرارة لدى السياسيين أن يروا أنفسهم وقد جردوا من حصرية جمع الناس في تظاهرة أو حراك لكن المرارة السياسية عكست حلاوة لدى من في الشارع وهم يرون الحكومة تترجع عن تلزيمات ملف النفايات ليس هذا بالإنجاز الكبير ربما لكنه يعكس حجم الصداع الذي بدأ يتسبب به هؤلاء لأصحاب القرار الذين يتصابقون لإثبات براءتهم ارتفع جدار بين الحكومة والشعب علّه يحميها منهم لكن جلسة الحكومة الأخيرة شهدت تمزقا حكوميا أدى إلى خروج وزراء التيار الوطني الحر وحزب التشناق وحزب الله من الجلسة لاعتراضهم على التمرير مشاريع خارج إطار الشراكة الوطنية لم يخرج هؤلاء هكذا إنما أخرجوا من جيوبهم أوراقا بيضاء كانوا يحتفظون بها لمثل هذه الأيام السوداء لم ينطقوا بعدما إذا كانوا سيذهبون باتجاه تصعيد في الشارع يوازي تصعيد الشارع نفسه لكنهم قالوا بوضوح إنهم يتفهمون الانفجار الشعبي ودعوا الحكومة إلى القيام بخطوات تهدئ النفوس لكن ماذا لو لم تقم الحكومة بذلك؟ وصل وفد إيراني إلى موسكو للاتفاق على موعد تسليم صواريخ S-300 المضادة للطائرات ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق في مكان لم يحدد بعدما كان مقررا على هامش معرض ماكس الدفاعي من جهة ثانية أفاد مراسل الميادين بأن موسكو وطهران وقعتها اتفاقية بشأن إنشاء نظام لسبر الأرض من الفضاء لمصلحة إيران وزارة الدفاع الأمريكية سارعت إلى الإعراب عن قلقها من احتمال نشر صواريخ S-300 في إيران وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك إن واشنطن لا ترى في ذلك تطورا إيجابيا وإن لدى وزارة الدفاع والرئيس باراك أوباما إجراءات للتصرف إذا نشرت هذه المنظومات في إيران العلاقات الإيرانية الروسية تتطور من التعاون المشترك إلى التحالف الاستراتيجي لكنها تتدرج في اتجاه بناء منظومة دولية متعددة الأقطاب قاسم عز الدين الصواريخ الروسية المتطورة التي ستدخل في المنظومة الدفاعية الإيرانية تتجاوز حماية المجال الجو الإيراني بحسب الجنرال في القوات الجوية الأمريكية كلينت هينوت الذي يصفها بأنها دقيقة وقاتلة التعاون العسكري ما دون هذه الصواريخ الذي وقعه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في طهران يدخل في حرص إيران على تطوير قدراتها الذاتية واستقلالية صناعاتها العسكرية لكن مقاربة وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان للأمن القومي والدولي هي على مستوى التكامل الإيراني في الدرع الصاروخية الأوراسية التي تمتد من أرمينيا وبيلا روسيا إلى الصين مقابل الدرع الصاروخية الأطلسية في هذا السياق يرى وزير الخارجية الروسي أن هيمنة الغرب التاريخية هي في طور الانتهاء بالإشارة إلى ما وصفه بظهور أقطاب جديدة في آسيا والشرق الأوسط حيث القدرة الإيرانية الصاعدة ما يسعى إليه الكريملين في دعوته إلى التعددية القطبية في المنظومة الدولية تسعى إليه إيران التي رجح الاتفاق النووي ميلها إلى المراهنة على علاقات متكافئة مع الدول الغربية في حال توفر القدرة الندية في هذا الإطار تلتقي موسكو وتهران على توسع التحالف في منظمة شونجهاي بحسب ما سماه سيرغي لافروف نموذج تطور يختلف في القيم عن النموذج الغربي القيم التي تراها إيران أبرز ما يميزها عن الغرب عظمها الرئيس الروسي من الجانب الأوراسي حيث يرى الحضارة الشرقية التي تتلاقح فيها الأعراق والديانات أرفع من الحضارة الأحادية الغربية في هذا الأفق الذي يرسم مسار التوازن بين الشرق والغرب تأمل روسيا التعاون الإقليمي في مواجهة الإرهاب أساسا لحل الأزمات في سوريا والبلدان العربية إيران المشاركة في بناء منظومة دولية متوازنة ندية قطب في مسار الحلول بين الأقطاب استاذف الجيش اليمني واللجان الشعبية أليات عسكرية سعودية في موقع الخوبة ودمر أليات عسكرية أثناء صد هجوم للجيش السعودي بهدف استعادة موقع العمود في جيزان الجيش السعودي كان قد أعلن مقتل جنديين من حرس الحدود في اشتباكات عند الحدود اليمنية السعودية يأتي ذلك فيما تستمر سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع الفريضة ودار النصر وملحمة ومشحل السعودية في جيزان برغم محاولات الجيش السعودي لاسترجاعها استشهد 17 شخصا على الأقل في غارات للتحالف السعودي على المدن اليمنية واستهدفت الغارات مدينة الحديدة غرب اليمن ورازح وكتاف في صعدة شمالا الطائرات السعودية أغارت أيضا على مدرسة في الحديدة وحلقت في أجواء العاصمة صنعا هذه معسكرات كما ترون ويرى العالم هذه مناجم المواطنين تأهلهم بالسكان ولا تأهلهم بمعسكرات أو أسلحة فلماذا تعتدون على الأحياء السكنية مئات المراكز لرعاية وتأهيل ذو الاحتياجات الخاصة في اليمن توقفت عن ممارسة أنشطتها ولسيما تلك المعنية برعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بسبب تواصل الحرب تقرير أحمد زبيبة هم بالأساس لا حول لهم ولا قوة فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة والنار فوق رؤوسهم أربعمائة وعشرون حالة كان يستقبلها هذا المركز في صنعاء من الأطفال المصابين بالشلل الدماغي قبل أن يقرر إغلاق أبوابه وإعادة الأطفال إلى منازلهم وتسريح الأطباء كانت قوز عدد الحالات التي استقبلها عن المركز يوميا 420 حالة من أطفال الشلل الدماغي فقط فنتيجة الوضاع والحروب الحاصلة في البلاد تأثر الأطفال هذه بشكل كبير جدا منذ بدء الحرب على اليمن أغلقت أكثر من 300 مركز وجمعية تُعنى برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة أبوابها الأمر الذي ضاعف من معاناتهم وخاصة أولئك الذين هم بحاجة ماسة إلى جلسات العلاج الطبيعي مراكز العلاج الطبيعي التي تقدم خدمة يومية للمعاك فإذا توقف المعاك لفترة وجيزة تحصله انتكاسة وتعود حالة صحية سيئة من جديد حاجة هؤلاء لبرامج الإغاثة الإنسانية في هذه الحرب أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد إعلان صندوق رعاية المعوق إفلاسه بسبب ظروف الحرب القاهرة مئات الأطفال المصابين بالشلال الدماغي أصبحوا بعيدين عن التأهيل والتدريب خاصة بعد إغلاق مراكز المعاقينة في عموم محافظات الجمهورية بسبب الحرب ما أثر على حالتهم الصحية التي تسوء يوما بعد يوم أحمد محمد زبيب صنع لقناة الميادين أعلن حلف شمال الأطلسي مقتل اثنين من جنوده برصاص رجلين بلباس الجيش الأفغاني في قاعدة في جنوب البلاد وتمثل الهجمات التي يشنها جنود أفغان ضد القوات الدولية مشكلة كبرى بحسب ما صرح به مسؤولون سابقا وخاصة أن القوات الغربية تقاتل منذ سنوات إلى جانب القوات الأفغانية أوقف الأمن التونسي ثلاثة أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش بعد متابعة أمنية وجاءت عملية التوقيف في ولاية القيروان وجرى حجز مواد ووثائق ورسوم ومخططات مع الموقفين لعدد من المقار الأمنية إضافة إلى تسجيلات مصورة تحريضية لتنظيم داعش أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استمراره في مسيرة الإصلاحات وفي تنفيذها وفق جداول محددة وفي خلال ترأسه اجتماعا للقادة الأمنيين والعسكريين أشار العبادي إلى أنه لن يسمح للفاسدين بعرقلة خطة الإصلاحات مشيرا إلى أن بعض الإصلاحات مست مجموعة من الفاسدين العبادي اتهم البعض بمحاولة إفساد التظاهرات وإحداث شرخ بين المواطنين والقوات الأمنية إعادة إعمار غزة لا تزال على حالها منذ انتهاء العدوان ومعاناة المتضررين تتفاقم منذ أكثر من سنة تقرير أحمد غانم ترجمة نانسي قنقر عام على العدوان وما تزال عملية الإعمار تراوح مكانها فلا أموال المانحين وصلت ولا ممارسات الاحتلال توقفت أما نكسام فسيضاعف من معاناة آلاف الأسر المنكوبة التي تنتظر الإعمار على أحر من الجمر يزيل سعيد وإخوته بأيديهم ما خلفه الاحتلال من ركام فعملية الإعمار بعد عام على العدوان كأنها لم تبدأ بعد هؤلاء أيضا لم يجدوا بدا من اللجوء لخيبة تقيهم حر الصيف أما أكل الخيارات سوءا أمام أحمد فكان اللجوء إلى كارفان حديدي بجانب ركام منزله الذي ما يزال حتى اللحظة على حاله المعاناة مستمرة ما انتهت المعاناة لحظة صغيرة وبالعكس والله بتزيد المعاناة قاعدة بتزيد كتير 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 يعني للأسف الرئيس بيقولنا لسي تجيب الأموال تعود الأموال بيقولونا لا مش عالفيننا مين نديها يون دي بي وكالة لأبمازن لحماس فإحنا عيننا في غزة خمس حكومات بعد سنة إحنا قاعدين بنعاني لو ما حد يجيب حتى يجي يقولونا وإليك مبلغ يأضونا حتى الشباب يطلعونا وبنشتي من جيب عقبات عدة واجهت البدء الفعلية لعملية الإعمار بشكل متسارع حتى اللحظة أبرزها عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية في مؤتمر المانحين بالقاهرة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بسبب الانكسام الفلسطيني حول إدارة ملف الإعمار إضافة إلى أليات الرقابة التي فرضتها الأمم المتحدة وما تزال على دخول مواد البناء بذريعة استخدامها من قبل المقاومة في بناء الأنفاق ما وصل حقيقة للهدم الكلي هي ألف وحدة سكنية من دولة قطر الشقيقة وهناك تعهد بـ 75 مليون دولار يعني تقريباً ألفين وحدة سكنية من دولة الكويت لم تصل حتى الآن ومع استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة وغياب جدول زمني لبدء وإتمام عملية الإعمار وتسليم أموال المانحين للجهات الدولية المشرفة يتسلل القلق شيئاً فشيئاً لقلوب الناس خوفاً من تنصر العالم من مسؤولياته أحمد غانم غزة الميادين ترجمة نانسي قنقر أبرز عنوين الصحف العربية مع الزميلة فاطمة قاسم مجدداً صباح الخير فاطمة صباح الخير صلاح أهلاً بكم مشاهدين مجدداً تصدرت عنوين الصحف اليوم اجتداد المعارك في اليمن وزيارة قادة عرب إلى موسكو سنبدأ مع صحيثة الأخبار اللبنانية على صورة غلافها اليمن مرحلة الخيارات الاستراتيجية حزب الله وعون إلى المواجهة الأسد نصر الله قائد صلب ووحدة البندقية معه تعجل النصر بكلفة أقل أيضاً في الأخبار اللبنانية سوريا أحرار الشام تقصي رافضي الارتهاني لتركيا وتستعد للاحتراب الخليج الإماراتية عنونت محمد بن زايد يبحث في موسكو قد القضية السورية ومخاطر الإرهاب التقى رئيسينا الروسي والمصري وحضر معرض ماكس 2015 جباهة اليمن تشتعل وتعزيزات تتدفق إلى مأرب الصليب الأحمر ينسحب من عدن وتعز في أزمة إنسانية شديدة الحكومة اللبنانية تفشل رسمياً في حل أزمة النفايات محتجون يحاولون اقتحام السراي بعد إزالة الجدار الوطن السورية عنونت رئيس الأسد نثقوا بالروس ولقاءاتهم مع الأطراف المختلفة لجلبهم باتجاه الحوار وقطع الطريق على دعوات الحرب واعتبر في مقابلة مع المنار أن ما يقوم به الإرهابيون أخطر من الغارات الإسرائيلية وأن سوريا لم تصل بعد إلى ربع الساعة الأخير من الأزمة القضاء على مسلحين في بيت جن وحموري وسقبة ومصرع تركستانيين في الغاب ضبط أسلحة مهربة إلى الرقة عبر طريق سلمذة حمص ووفد من مكتب ديمستورا بالوعر أما ما عنوانته صحيفة النهار الكويتية النفط نهار والخسائر أربعة وأربعون مليوناً يومياً البرميل الكويتي نزل إلى أربعين دولاراً ليسجل أكبر هبوط في السنة المالية الحالية ننتقل إلى الصباح الجديد العراقية مجلس النواب يمهل وزير الكهرباء ليوم السبت المقبل ويلوح بسحب الثقة عنه بعد رفضه حضور جلسة الاستجواب القوات الأمنية تضيق الخناق على داعش وتقترب من تحرير صلاح الدين بالكامل مقتلوا نحو أربعة وثلاثين مسلحاً بقصف جوي لطائرات التحالف موسكو تؤكد رفضها القاتع لتقسيم العراق وبالانتقال إلى الرأي الأردنية القمة الأردنية الروسية تؤكد السعية لتوسيع الشراكة الاستراتيجية ونختم معنوين الأخبار المصرية السيسي للدومة نحارب الإرهاب بالتنمية والانتخابات قبل نهاية العام سقوط أبو العرنيس المتهم الرئيسي بتفجير الكتيبة 101 وواحد